ونتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضمرنا الآن من بنغازي الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور فرج زيدان دكتور فرج أهلا بك معنا أين المعضلة فعليا في مبادرة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبي عبدالله باتيلي لتقابل بالاعتراض الداخلي وصولا إلى الرفض هل فعلا تضمنت مغالطات؟ بداية مساء الخير لحضرتك أستاذ داليا وكل مشاهدي قناة سكاي نيوز عربية المحترمين أنا في تقديري المسألة يقرأ إليها من جانبين من جانب أول بأن ما قدمه باتيلي في الإحاطة هناك جزء موضوعي صحيح منه وهو بأن المجلسين يريدان الاستمرار والبقاء في السلطة ومقاومة عملية التغيير وهذا حال باقي المؤسسات الليبية الآن وبدليل أن هذين المجلسين الآن حتى في التعديل الدستوري الثالث عشر ظهر أظهرت الوقائع بأن نصف عدد أعضاء مجلس الدولة الذي يرأسه خالد المشري هم ضد التعديل الدستوري الثالث عشر المسألة الأخرى حتى مع التعديل الدستوري الثالث عشر هناك النقاط الخلافية هي ليست واردة في هذا التعديل لم تضع إجابات عندما نتحدث عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية هذا التعديل الآن أحالها إلى القوانين لتنتقل عقدة المنشار كما يقولون إلى قانون انتخاب الرئيس بالإضافة إلى مسألة الألية انتخاب الرئيس هي غير واردة تماما المسألة الأخرى هناك خوف الآن من كثير من قبل النقبة الليبية الآن بأن مسألة الرئيس أصبحت الآن هي كما يقولون مجهولة في المستقبل القريب هل ستتم بالانتخاب المباشر وهي مسألة أعتقد بأنها صعبة نظرا لأن تيارات التأزيم التي تسيطر على غرب البلاد والميليشيات ترفض الانتخابات الرئاسية أم أنها ستنقل إلى البرلمان وهي مسألة أخطر الآن بحيث يكون الرئيس مقيد بالقواعد الحزبية والكتل السياسية داخل البرلمان الآن ومن ثم هذا الجزء جانب الموضوعي للسيد عبدالله باتيلي لكن الإشكالية الأخرى فيما يتعلق بمسألة الإحاطة وقول عبدالله باتيلي بأننا سنذهب باتجاه لجنة أخرى توجيهية عليا تتكون من مختلف الفرقاء الآن السؤال الآن الصعوبات التي واجهت المجلسين خاصة فيما يتعلق بمسألة نقاط أو شروط الترشح الآن هل ستكون يسيرة فيما يتعلق بملتقى الحوار المسألة الأخرى التي يسألها الشارع الليبي ما هي المعايير التي بناء عليها سيختار عبدالله باتيلي يعني لجنة حوار جديدة هذه هي نقاط الآن لكن في جميع الأحوال نحن نقول بأن هناك طيف غالب في الشارع الليبي الآن يأسى من هذين المجلسين هذا ما هو موجود الآن ومن ثم يتطلع إلى التغيير وهو يراقب بشكل كبير جدا ولكن هذا الترقب بحضر السادة داليا لهذه اللجنة وأعمالها ومن ثم ستظهر الأيام الجاية مسألة الشمولية مصدقية هذه اللجنة تعبيرها عن تطلعات الليبي حرصة على الوصول إلى الانتخابات الرئاسية وبرلمانية ودعم المصار العسكري فيما يتعلق مسألة خراج القوات الأجنبية والمرتزقة بالتالي ما الحل دكتور فرج هل هنا ننتظر ربما أن يقدم سيد عبد الله باتيلي مبادرة مصححة إنجاز التعبير خاصة بأنه كان هناك أيضا خلافة على موضوع إقرار القاعدة الدستورية وتعديل الدستوري أب نحن في انتظر ربما أي مبادرة أخلى سياسية فيها الأفق أنا أعتقد الآن بأن الرأي العام الليبي الآن الذي يلفظ المجلسين حاليا الآن ويرى بأن هذين المجلسين غير موثوقا بهما ويريدان مسألة الالتفاف والمناورة من أجل البقاء الآن يرحب إلى حد كبير بالمعطيات فيما يتعلق بمسألة الحديث عن دعم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وهو مطلب دعم اللجنة العسكرية المشتركة وهو مطلب الآن لكن هذا كما قلت لك هذا التفاؤل مشوب بكثير من الحذر الذي ستجيب عليه الأيام القادمة هل الوقايع والمصار الأممي في المرحلة القادمة سيؤدي إلى تحقيق هذه النتائج لا سيما وأننا نتقدم رويدا رويدا باتجاه نصف عام 2023 وبأن السيد باتيلي قال بأن الانتخابات ستجرى في عام الشقيها الرئاسي والبرلماني في هذا العام الآن لذلك أنا أعتقد الآن هناك رأي لدى النخبة الليبية ولدى كثير من النشطاء الآن بضرورة العمل على صناعة مصار وطني هذا المصار الوطني الآن سينطلق في الأيام القادمة ليضع خارطة طريق وطنية بعيدا عن الأمم المتحدة لنترقب نهاية هذا العام عام 2023 هل الأمم المتحدة الآن ستؤدي فيها أو بالليبيين إلى تحقيق أنا قلت بأن هناك قوة وطنية قوة وطنية حية عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية التي يخارج معادلة الحكم عندما نتكلم عن مؤسسات المجتمع المدني النقابات بشتى أنواعها الاتحادات المهنية اتحادات الطلبة عندما نتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني الشباب النساء المكونات الثقافية أو الإثنية في ليبيا هي مدعوة لطاولة حوار الآن بشكل متوازي لتضع خارطة طريق لننتظر حتى نهاية عام 2023 إن أدى المصار الأممي إلى تحقيق نتائج عملية كان بها وكما يقولون وضع القطار على السكة أما إذا المصار الأممي لأن ما زال المصار الأممي يتخلى له حالة اللايقين إذا وصلنا إلى نهاية عام 2023 مع نتائج صفرية حتى مع هذا المصار الأممي إذن أصبح يستاذ داليا من غير المعقول أن ندخل في عام 2024 بهذا التعقد وبهذا خاصة بأن أزمة أصبحت لها تأثيرات يعني كبيرة خاصة على المستوى الاقتصادي وتشكل تهديدا على وحدة الدولة الليبية ومن ثم يجب خارطة الطريق الوطنية الآن يتم الإعلان عنها الآن في بداية عام 2024 لأن بهذا الطريق الآن لا يمكن انتظاره أمم من متحدة أكثر نقاط عدة حتى دكتور فرج كان يتحدث عن موضوع حل الميليشيات والمسار الاقتصادي وإدارة الموارد الدولية لليبيا أعلمهم شكرا لك على المشاركة معنا دكتور فرج زيدان البحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية كنت معنا من بنغازي